مع انحسار العمليات العسكرية والاشتباكات وتركزها بشكل كبير وسط قطع غزة فإن قوات الاحتلال تعمل على توسيع ممارد ساريم وبناء قواعد عسكرية هناك وإنشاء منطقة عازلة على امتداد القطع وفي التفاصيل فإن قائد القيادة الجنوبية أجرى تقييما فيما يعرف بممارد ساريم الموصوف بالطريق الاستراتيجي حيث يعمل لواء نحال التابع للفرقة 162 وهو اللواء الوحيد المتبق في غزة وقد أعلن جيش الاحتلال أن قواته تواصل العمل على توسيع الممار الذي شقه وسط قطع غزة والذي تنطلق منه القوات لتنفيذ هجمات في مناطق أخرى وفي تلك المنطقة التي تقسم قطع غزة إلى نصفين يعمل الجيش الإسرائيلي على إقامة معسكرين قد يتحولان إلى قاعدتين ثابتتين في ممار ساريم وقد نشرت صحيفة هارتس صورا جرى التقاطها من قبل شركة تصوير إقبار صناعية خاصة تدعى بلانت لابس تظهر الموقعين أحدهما يقع على تقاطع شارع صلاح الدين والآخر يقع عند تقاطع الطريق الساحلي لغزة عند شارع الرشيد الصحيفة نشرت كذلك صورا لوحدات سكنية مكيفة الهواء جلبت إلى الموقع العسكري وبناء أساسية للطاقة الكهربائية ومراحيض حمامات وكتبت عبارة مرحبا بكم في قاعدة ساريم على حاجز خرساني على الطريق الساحلي بالتوازي أفيد عن نقل معدات عسكرية ومنشآت سكنية وأنظمة اتصالات إلى المنطقة وقد أشارت صحيفة جرالزين بوست إلى أنه سيتم تعزيز هذا الممر بلواء احتياط مشيرة إلى دوره في العمليات التي يخطط الجيش الإسرائيلي للقيام بها في رفح جنوبا وكذلك في وسط القطاع إذ قالت الصحيفة أنه سيتم استبدال لواء النحال في ممر ساريم بلواء احتياط للسماح لجميع قوات الفرقة بالاستعداد للعمليات المستقبلية الخبر الذي نشرته الصحف العبرية سبقه آخرون نشرة في مارس الماضي يكشف عن مشروع إسرائيلي وهو عبارة عن إنشاء منطقة عازلة محاذية للسياج الحدودي مع إسرائيل يبلغ عرض المنطقة المخطط لها حوالي كيلو متر واحد وعند اكتمالها ستشمل حوالي 16% من مساحة القطاع وأظهرت صور الأقمار الصناعية للمنطقة العازلة آنذاك مناطق حدودية عديدة مسحت بالكامل شمال ممر سريم حيث عمد الجيش الإسرائيلي لتدمير المباني السكنية هناك على مساحة وصلت لكيلو متر أو كيلو متر ومئتي متر من السياج الحدودي ولا سيام في الشجاعية وجحر الديك والبوريش